اهلا بكم في موجز لاهم يواخي الاخبار وصلت الوفود المشاركة في المشاورات اليمنية الى الرياض ومن بينهم محافظة عدن وشبوه وشخصيات سياسية وعسكرية وإعلامية وبحسب مصادر خاصة للغد المشرق فان نسبة الحضور عارية حيث تم استدعاء اعضائه مجلس النواب والشورى بالاضافة الى ممثلي المكونات السياسية وقيادات عسكرية وإعلامية التقى رئيس الوزراء اليمني معين عبد الملك وزيرة الخارجية السودية ان لين دي في الرياض بحث الطرفان التصعيد المتواصل ابن الشيط الحوثي واستهدافها للمصالح الحيوية ومصادر الطاقة في السعودية وما يشكله ذلك من تهديد خطير للاقتصاد الدول ورفضها لكل دعوات السلام والحوار واخرها دعوة مجلس التعاون الخليجي عقدت هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي اجتماعا لبحث اخر مستجدات الاوضاع السياسي والاقتصادي والعسكرية في الجنوب استعرضت الهيئة اخر المستجدات السياسية وفي مقدمتها مستجدات المشاورات المزمع عقدها في الرياض ومشاركة المجلس فيها وتطرقت الهيئة الى تطورات الازمة الاقتصادية وارتفاع الاسعار واخفاق الحكومة في تحمل مسئولياتها الوطنية ووقف انهيار عملة وتوفير الخدمات للبواطنين قال وكيل وزارة حقوق الانسان مجد فضائل انه وبحسب صفقة تبادل الاسرى ستفرج مليشيات الحوثي عن 800 اسير من مختطفين واسرى الحكومة مقابل نفس العدد من اسرى المليشيات تدى الحكومة واضف له وفق الاتفاق ستفرج المليشيات عن اللواء منصر منصور هادي واللواء محمود الصبيحي وزير الدفاع الاسبق بالاضافة الى محمد محمد عبدالله صالح وعفاش الطارق محمد صالح وستة عشر اسيرا سعوديا وثلاثة سودريين مقابل ستمائة من اسرى مليشيات الحوثي اعلن المبعوث الاممي الخاص لليمن هانس جروندبرغ استمرار جهوده للصول الى هدنة خلال شهر رمضان وجدد في بيان مقتضبة نشره مكتب المبعوث على حسابه بتويتر دعوته الى وقف التصعيد ومرحبا بكافة الخطوات التي تتخذها الاطراف في هذا الاتجاه هذه الموجة إلى اللقاء